اهلا بيكو تعالي نحضر مع بعض النهاردة احلى كيك ممكن تكلوه حرفيا اسهل كيكة بتتعمل طعمها حلو جدا مميزة جدا جدا بانها هشة وخفيفة هقولك على شوية اسرار كده عشان تعملي كيكة حلوة جدا وهشة جدا وبابسط طريقة هنعمل كيكة حلوة جدا طعمها حلو جنب كوبايت شاي كده مدهاش حل نعمل الكيكة الكلاستيكية كده بتاعتنا بتاعت زمان اللي كانت راحتها بتقلب البيت كده زمان منصحه الصبح ماما عامل كيكة كده قلب البيت اسهل حاجة بقى في الدنيا هنجيب الخلاط بتاعنا او بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي هجيب كوباية ونص من السكر الكيك بتاعتني بتاخد من كوباية ونص سكر لكوبايتين ما تقليش خلص عن كوباية ونص حتى لو انت عايزها مش مسكرة قوي لانه بيفرق في قوام الكيك نفسه ومش بيخليه بنفس التراوة والنعمية السكر مش بس بيحل الكيك لأ بيخلي كمان الكيكة بتاعتي نعمة كده وبالدوب في البقى فانا مستخدمة كوباية ونص سكر وده بالنسبالي مقدار كويس جدا جدا لهو مسكر قوي ولا هو قليل هضيف عليهم خمس بيضات واهم حاجة بالنسبالي البيت يكون بدرجة حرارة الغرفة يعني بلاش البيت يكون في التلاجة لأ يكون طالع من التلاجة قبلها فترة كويس ضفت الخمس بيضات بتوعين وهضيف نص كوباية من اللبن تقدروا تحطوا كوباية انا هحطوا نص كوباية لبن ونص كوباية وعلبة صغيرة من الزبادي تقدروا تكتيفوا بالكمية كلها لبن وتحطوا كوباية لبن وتستغنوا على الزبادي لو انتو مش عايزين بس الزبادي بيخلي طعم الكيك حلو بيخلي قطرة كمان حتى المدة اطول هضيف كمان عليهم نص كوباية من الزيت وهضيف نص كوباية من الزبدة او من السمنة تقدروا اضيفوا الكمية كلها زيت بس انا بحب احس بتعم الزبدة او السمنة في الكيك بيخلي طعمه حلو والزيت بيخلي الكيك هش جدا. فانا بقى على طول باخد الاتنين مع بعض. ضفت عليهم كمان ربع معلعة صغيرة من الفانيليا السيلة. هاخد بقى الحاجة دي مع بعض واضربها كويس جدا جدا لحد ما يبقى عندي صوس كريمي فاتح. ده مهم جدا والسكر بتاعي يكون داب تماما. حتى لو بتضربه باديكو اضربه كويس لحد ما السكر يدوب. هضيف تلات كبيات من الدقيق. انا باستخدامها دقيق عادي جدا اللي هو دقيق متعدد الاستخدامات بس يكون مكتوب عليه فاخر. يعني كل ما كان دقيق نوع كويس كل ما هديكي كيك حلو جدا. انا صراح ما بحبش الديق بتاع الكيك اصلا. بيديني كيك سفنجية. ما بيدينيش كيك اللي بتتاكل كده اللي احنا بنحبها. فباستخدم دقيق عادي جدا. هضيف عليهم كمان باكت من البيكن بودر او معلقة كبيرة من البيكن بودر. ورش صغيرة جدا من الملح. هنخل بقى الحاجات دي مع بعض كويس جدا. والنخل في الدقيق في الكيك خصوصا في الكيك بيفرق جدا بيخلي الكيك بتاعي هش. بس بقى هننزل بقى عليه بالمقدير اللي احنا ضربناها في الخلاط. بصوا شكلها بقى عامل ازاي? كريمة فتحة. المقدير بتاعتي كلها تحولت لكريمة فتحة كده. هنزل تقريبا بنص الكمية وابدأ اقلب. مهم جدا جدا انك تقلبي لحد ما كل المكونات تختلط مع بعض كويس جدا. ما يبقاش فيه اي تكتل من الدقيق. ومنقلب بصه يعني مش بسرعة ومش بالراحة يعني ما تخافوش الكيك يعني فيه ناس تقول لك قلبي بالراحة قوي ومن تحت الفوق. لا قلبي بالمضرب كده وبعدين في المرحلة دي بتاعي ادرابي لحد ما كله يختلط مع بعض بس بنوقف اول ما كل حاجة تختلط مع بعضها. وبجيبه الاسباتيولا وتأكد ان ما فيش اي تكتل دقيق في اي تكتل من الدقيق في العجينة بتاعتي ومن تحت كله اختلط مع بعض كويس. شايفين القوام هو ده القوام المثالي لكيكة هشة جدا جدا. هنجيبها القلب بتاعي انا غلفته بورق زبدة تقدروا بدل ورق الزبدة ندهندهنا من الزبدة وعليها طبطينة كده من الضيق بطنامها بعض قبل كده في القلب بتاع الكيك يعني فيها قلب كيك مش بينفع ان احنا نحط فيها ورق زبدة. هنزل بقى بخليط الكيك بتاعي. انا بدأ تسخين الفرن بتاعي قبل ما ابدأ في اي حاجة. يعني قبل ما ابدأ في ان انا اجاهز الكيك بتاعي وجاهز الحاجة فتحت الفرن بتاعي وزبطت حرارته على مية وتمانين درجة. هنزل بقى بالكيك بتاعي ده وهدخلوا الفرن وخلي بالكو بقى من نقطة مهمة جدا جدا. انتو دلوقتي في العادي الكيك زمين كده امهاتنا كانت بتعمل يا كيك عالي من نص. لو انتو مش عايزين العليو ده هجيب عصايا خشب صغنانة اللي هي بتاعة تلشيش طاوك دي واقلب بها كويس جدا لحد ما اخر ما تأكد ان ايه مفيش فراغات في الكيك بتاعي فمش هيطلع مش هيقب من المص. بس انا اصطرح عايز ايقب من المص. عايز ايطلع كده هرمي شوي. بص وطلع شايفين المنظر ده او المنظر ده لو انتو قلبته هيقعينته تماما. انا ستها في الفرن تقريبا آآ من اربعين دقيقة لخمسة واربعين دقيقة. حسب القوامل الكيك بتاعك حسب القلب اللي انتي مستغنين بس هو ما تفتحيش عليها الفرن ابدا ابدا قبل اربعين دقيقة لانها مش هتكون استوت. خلي بالكم ما بنفتحش الفرن خالص طول موضة التسوية عشان الكيك بتاعي ما يهبطش. بصوا شكل الكيك عامل ازاي? انا طلع معي من القلب بمنتهى السهولة طبعا عشان ورق الزبدة. وزي ما قلتلكم حتى لو احنا مبطنيني للقارب احنا بنطلع الكيكة منه بمجرد ما تخرج من الفرن. خلي بالكم القلب بيبقى سخن. فالسخونة بتاعته هتسوي الكيك زيادة. فانا بمجرد ما تخرج من الفرن والكيكة بتاعتي تمام استوية هشالها من القلب بتاعي على طول. نصائح بقى مهمة جدا. الفرن لازم يكون سخن مصبوطة درجة حرارته على مية وتمانين. آآ ما بنفتحش خالص قبل اربعين دقيقة. اول ما تحسوا كده انكم شمين ريحة الكيك. وطبعا لو الفرن بتاعك فيه نور تقدر تفتحي نور وتتأكد ان الكيكة بتاعتك بدأت تستوي. بصوا عاملة ازاي? بصوا شكل عاملة ازاي? بصوا انا مومتي اعطوك بتعمل الكيكة كده مومتي استازة كيك. يعني احلى احسن واحدة تاكل منها كيكة في الدنيا. فبصوا انا دي الطريقة بتاعتها على طول. انا بس تقول الغيارته فيها ان انا بقيت بحط نص 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 زي ما بحط كباية لبن بحط نصها لبن نص كباية لبن وعلبة الزبادي الصغيرة. ده بيخافز معي على الكيك شوية يعني يفضل معي الكيك لحد تاني يوم بنفس الهشاشة دي. ده شكل اعمل ازاي? ولا بقيت قوليلي كيكة سفنجية ولا اجيب دقيق اه دقيق كيك مخصوص. لا يا جماعة خالص ما طول عمرنا بنعمل الكيك من غير دقيق اه كيك. من غير الدقيق المخصص للكيك. لا الموضوع اسهل من كده كتير جدا جدا. الحاجات اللي بيفرق فيها الدقيق هي البيتزات المعجنات. اه اقولك ساعتها اه يستاهل تمنه وتجيبي دقيق اه دقيق مخصص ليه. انما الدقيق العادي بتاعنا اللي هو متعدل استخدامات هيديك كيكة ملهاش حل. هكتب لك المقادير كلها بالتفصيل وطريقة التسوية ودرجة حرارة الفرد وكل النصيح اللي تقدروا تستفيدوا منها عشان تعملوا كيك حالو جدا في صندوق الوصفة تحت الفيديو. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكو. اتمنى الجاربات تقولي رأيكو فيها ايه. ما تنسوش تكتب لي كومنت عن الوصفة او عين اي وصفة عايزين يعملها لكو. واشوفكو على خير ان شاء الله في وصفات جديدة.